كغيره من الطرق الخطرة والمتهالكة الصاعدة إلى مدن الجبل يظل شليون الزنتان أخطرها صعوداً وهبوطاً خصوصاً بعد تهالك الإسفلت ووجود حفر وتشققات به هذا الأمر دعا شباب العمل التطوعي بالمدينة إلى تركيب عواكس على امتداد الطريق حيث تم قصها ولحامها ومن ثم تثبيتها في الطريق رغم قساوة الصخور في الجبل وبانتهاء هذا العمل يكون قد تم إنهاء المرحلة الثانية من المشروع التطوعي بالمجهود ذاتي من أهل المدينة وأصحاب عمل الخير بعد أن وقعت عديد الحوادث الليلية لسيارات المواطنين وسيارات نقل الوقود وأيضاً الصهاريج التي يتم من خلالها نقل المياه إلى المدينة تنادى شباب العمل التطوعي بالزنتان لتنفيذ المرحلة الثانية من حملة السلامة الموريرية بالطريق الجبلي الزنتان طبعاً العمل هو عمل بالمجهود الذاتي بدعم بعض الخيرين طبعاً العمل هو عمل بسيط ولكن مكلف اللي هو بهذا الشكل هذه العاكس عملية لحام وعملية شراو وغيره وكذا بارك الله في كل من دعمنا وبارك الله في كل مطوعين اللي قاموا بهذا العمل وإن شاء الله حنكملوا المرحلة الثالثة والرابعة كما تم استثناء صغار السن من فريق العمل التطوعي حفاظاً على سلامتهم وتم تنفيذ العمل دون أدنى دعم من الجهات المسؤولة بالمدينة والدولة